السلام عليكم هل داخلت مصر في موجات وبائية جديدة؟ الحكومة تواضح هل داخلت مصر في موجات وبائية جديدة؟ الحكومة تواضح تداولت بعض الصفحات تواصل لاجتماع مقطع صوتي يستدل منه على دخول مصر في موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة ويحذر من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها ظهور موجات وبائية جديدة في مصر وتواصل المركز الاعلام لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان والتي نفتتلك الانباء مؤكدة انه لا صحة لظهور موجات وبائية جديدة في مصر خلال الفترة القادمة او من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها وان المعلومات المتداولة بالمقطع صوت غير حقيقية ولا تمت للواقع بانصلة وشدت وزارة الصحة على ان الوضع الصحة في مصر مطمئن ومستقر تماما ولا توجد الامراض وبائية بآل محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية مشيرة الى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصى للامراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف ورصد المبكر لآية او بآة او امراض قد تتسارب داخل البلاد مع تطبيق كافة التدابير لاحترازيات بالمطارات والموانئ المصريات لمنع تسارب امرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة التطعيمات الموجودة في مصر واكدت صلاحية وفاعلية مختلف اللقاحات والتطعيمات الموجودة داخل المصر سواء بالمستشفيات الحكوميات او الوحدات الصحية حيث تخضع جميعها للفحص الدقيق والاختبار من اجل التأكد من الصلاحية ومدى الامان والفاعلية قبل منحها لآل مواطن ونعشد المركز الاعلام لمجلس الوزراء وسائل الاعلام المختلفة ومرتاد مواقع التواصل لاجتماع التحرادقات والموضوعية في نشر الاخبار وتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر المعلومات لا تستند الى اي حقائق وتأدى الى اثارة البلبلبين المواطنين وفي حالة وجود الاستفسارات يرجى الرجوع للموقع الالكتروني للوزارة وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم